أقيم في كنيسة القديس يوسف للاتين في المفرق قداس احتفالي بمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين ترأس القداس الأب طارق حجزين بحضور شمامسة الكنيسة وجمع من المؤمنين وهذا العيد هو من أهم الأعياد في السنة الليتورجية حيث يحرص المؤمنون دائما على المشاركة فيه كما يحتفل به تقليديا يوم الخميس التالي للأحد الثالوث الأقدس القديس بولوس بحثنا اليوم كل مرة بدي أتناول القربان الأقدس لازم أبني سر مصالحة في حياتي سر الاعتراف سر التوبة هو المفتاح للمصالحة حتى أستعد روحيا لاستقبال جسد المسيح ودمه في حياتك إنسان مؤمن الإنجيل المقدس بحكينا كمان إذا قدمت قربانك إلى الهيكل وذكرت أن لأخيك عليك شيئا دع قربانك واذهب أولا وصالح أخاك ثم عد وقرب قربانك للهيكل إذن أهم إشي حتى أتقدم من مناولي وأتناول جسد المسيح ودمه يجب أن أبني مصالحة بيني وبين الله مصالحة بيني وبين الآخر مصالحة بيني وبين ذاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر